نفر مركز الأعلمي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار قرار رسمي بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام دراسي الحالي وأوضح المركز الأعلمي أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن مشيرا إلى أنه سيتم معقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعلنة مسبقا